السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقات أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية معكم معلمتكم مناط صالح الغريب معلمة للمرحلة الابتدائية لطلابي وطالباتي رائعين الكبار في الصف السادس ابتدائي معي في مادة لغتي للفصل الثاني فأهلا بكم أبنائي وبناتي معي في درسي وانين التعلم عن بعد سأطلب منكم أبنائي وبناتي أنتم مراجعتها معي أخبروني ماذا يجب عليكم أثناء التعلم عن بعد؟ حتى نتعلم بشكل فعال وشكل صحيح أنتم كبار صحيح؟ ماذا يجب عليكم؟ أحسنتم علي أن أختار مكان مناسب لي أول نقطة أذهب إلى المكان المناسب للتعلم بعد ذلك أكون خالي من الضجيج ممتاز ثم أحسنتم تكون لدي معرفة بالجدول وأوقات التعلم المباشر بعد أن أجهز مكاني المخصص للتعليم يكون لدي معرفة متى أجي هنا ومتى أدرس متى تبدأ دروسي الساعة كم؟ بعد ذلك أجهز كتابي أدواتي التي أحتاجها الأدوات تكون قريبة منكم بعد أن نجلس جلسة صحيحة نستمع بتركيز نكون حاضرة الدهن وأشاهد ما يجري في الدرس أتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص له تواجدكم معي ممتع فلا تحرموني من أبنائي وبناتي إذن أخيرا نوجه رسالة إلى أولياء أموركم بالتواجد معكم أثناء فترة البت للتسوجي والإرشاد عنوان الدرس التمييز بين الأسماء والأفعال مجال المستهدف هو المجال المساند المجال المستهدف هو المعرفي والمجال المساند هي المهارات الاجتماعية الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على الأسماء والأفعال الأهداف التدريسية واحد أن يذكر الطالب والطالبة الأسماء والأفعال اثنين أن يستخرج الطالب والطالبة الأسماء والأفعال بعد ذلك يربط الطالب والطالبة الصورة بما تدل عليه من الأسماء والأفعال أخيرا أن يفرق الطالب والطالبة بين الأسماء والأفعال لاحظوا كلمات مثل أكل وشرب هذي وشي هذي وشي هل هي أفعال أنا سويتها أكلت بعدين بعد ما أكلت خلصت شربت هل هي أفعال سويتها أم عبارة هذه الكلمات هي حروف بس حروف ما لها معنى أحسنتم هي أفعال رائع معذرة انتظري هي أفعال هي أفعال صحيح نست حروف أكلها هي فعل أنا أسويتها أكلت صح الحدث اللي صارني أنا جلست أكل شريبة أيضا هي فعل حصل حدث شيء حصل ولحظتم وأنتم أنا جلست سوي نفسي أشرب إذن هذه تسمى الكلمات هي أفعال خلنا نطبق استراتيجية واحد اثنان ثلاثة تتكون الكلمات من ماذا؟ الكلمة اللي إحنا نشوفها الكلام اللي أنا أتكلمها وأنتم تتكلمونا يتكون من ماذا؟ يتكون أبنائي وبناتي من حروف هذا رقم واحد عبارة عن حروف خلاص؟ وأيضا ثلاثة عبارة عن فعل الفعل ماذا يدل؟ ما يدل على حدث مرتبط بالزمن أيضا الكلام يتكون من ماذا؟ من أسماء والأسماء ما دل على اسم للشيء مثلا لاحظوا ذهبت أو ذهب 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 يعني ذهب وراح أين؟ ذهب محمد الاسم وذهب الفعل اللي سواه إلى أين؟ إلى المدرسة إلى حرف مدرسة مدرسة اسم لمكان صح ولا لا؟ المكان اللي هو راح لما اسمه؟ مدرسة إذن الكلام يتقوم من فعل يدل على الحدث أنه ماذا؟ ذهب الاسم يدل على اسم لشيء ما له علاقة بالزمن ما لا تخل خلاص هذا اسمه كذا ما راح يتغير ما راح يكون له الصبح اسم وفي المستقبل اسم وفي الماضي اسم لا أسماء ثابتة ما تتغير اسم المكان أو اسم الإنسان أو اسم الحيوان كلها ثابتة ما تتغير يعني مو كل يوم الواحد له اسم صحيح؟ إذن قلنا أن الأفعال عبارة عن ماذا؟ عن حدث تدل على حدث الآن أنا ماذا أفعل؟ ما الحدث الذي يحدث الآن؟ ماذا يحدث؟ حسنتم المعلمة تمشي إذن الحدث أنا جلسة أمشي الآن أنا ماذا؟ ما الحدث؟ أتكلم أتكلم إذن وأشرح هذا هو الحدث الشرح إذن جميع هذه أحدث تدل على ماذا؟ الفعل إذن يدل على حدث يحدث الآن يتغير ممكن يتغير عن الماضي في المستقبل أنا الآن واقفة الحاليا واقفة بس في الماضي قبل شوي ماذا كنت أفعل؟ أمشي صحيح؟ إذن هو حدث الفعل حدث يرتبط بماذا؟ بالزمن لها علاقة بالزمن ويتغير مع الزمن أما الأسماء ماذا بها الأسماء؟ تدل على اسم للشيء اسم لمن؟ اسم إنسان ممكن اسم حيوان ممكن اسم نبات طيب اسم بعد مين؟ اسم مكان مثل حديقة اسم جماد مثل الجوال والكمبيوتر أو الحاسب الآلي هذه أسماءها صح؟ ما تتغير أيضا تدل على الاسم ممكن يدل على صفة مثل سعيد صح أو لا؟ حزين هذه صفات إذن طيب يا ترى هالأسماء نتتغير مع الزمن للأسف لا لا ما رح نقول للأسف نقول من الجميل جدا تخيلوني كل يوم اسم تخيلوني كل جو شوي اسم حتى الناس ما رح تعرفني صح أو لا لا؟ إذن هي غير مرتبطة الأسماء عشان نعرفها ما ترتبط بالزمن اسمك اسمك ما رح يتغير مع الزمن أبدا أبدا إلا إذا أنت غيرتها مثلا بس اسم حيونات ثابت من زمان من قديم الزمان نعرف أنه هذا اسم الحيوان هذا اسم الفيل اللي له خرطوم طويل على طول لما أقول لكم حيوان له خرطوم طويل لونه رمادي تعرفونه؟ ما هو اسمه؟ أحسنتم فيل لم يتغير اسمه إذن اسمه ثابت ويدل على هذا الشيء هذا هو الاسم ليس مرتبطا بالزمن سنقرأ النص اليوم ونطبق ونميز بين الأسماء والأفعال حتى نستطيع أن نستخرجها من النص الفلاح الصغير أحمد أحمد طفل مهذب مجتهد في دروسه يطيع والديه وينام مبكرا كل يوم في الطريق يسلم أحمد ويبتسم للجميع وعند وصولهما للمزرعة يحرث أحمد الأرض مع والده ويقطف الفواكه والخضروات وفي نهاية اليوم يعودان للمنزل سعيدين سعيدين فرحين بالمحصول بالمحصول ويطلب أحمد من والدته تجهيز طبق مليء بالفواكه اكتب اسم من النص في اسم ثابت اسم شرايكم؟ اسم لي ولد أوضح شي في اسم ولد كان ظاهر في القصة ما يتغير اسم من؟ اسم ولد ماذا كان اسمه؟ حسنتم أحمد إذن اسم الولد كان معذرة نكتب باللون الأزرق ما رأيكم؟ اختار اللون الأزرق للكتابة اكتب اسم من النص قلنا اسم من؟ أحمد أحسنتم إذن أحمد هو اسم الولد طيب فعل اكتب فعل من النص حدث هناك حدث حصل في النص ما هي الأحداث؟ ماذا كان يفعل أحمد؟ هو كان يذهب إلى المزرعة مع والده وأثناء الطريق ماذا يفعل؟ ماذا كان يفعل؟ أحسنتم يسلم أليس حدث؟ حدث في زمن معين؟ نعم تغير هو كان يسلم بعد ذلك ماذا ذهب؟ ذهب يقطف ويفعل أشياء أخرى إذن؟ فعلا من النص نقول يسلم يسلم إذن أحمد كان يسلم الفعل يسلم تحدي قوة الملاحظة حتى أتأكد أنكم بكامل تركيزكم ما رأيكم؟ نبدأ التحدي ده نستعد واحد نال ثلاثا طلقنا استخرج الشكل المختلف أمامكم صور لأشياء متشابهة بينهم شيئا مختلفا ما هو يا ترى هذا المختلف؟ هل اكتشفتم ما هو؟ أحسنتم من يسمي له اسم حتى أعرفه أنا ما اسمه؟ البرتقال رائع إذن هذا اسم الشيء هل هو حدث؟ لا ليس فعلا ولكن اسمه لا يتغير هذا برتقال البرتقال عرفته عن طريق اسمه إذن هو الشيء المختلف بين التفاحات كان البرتقال رائع وهني أكم أبنائي وبناتي أنتم رائعين جدا ننتقل الآن ابحث عن الفعل أين هو الفعل؟ يقطف أم أحمد؟ ها وش الحدث اللي صار؟ يقطف يعني قاعد يجمع الفواكه ويقطعها من الشجرة ها وش الحدث اللي صار؟ أحمد أحمد عرفته أحمد؟ ها هو ماذا؟ اسم من؟ أحسنتم اسم ولد إذن الفعل وين؟ يقطف ممتاز معدرة حتى النجمة تقول صحيح ممتاز أبنائي وبناتي الآن ابحث عن الاسم الاسم يدل على اسم لشيء اسم ماذا؟ يبتسم هل هو الفعل؟ الاسم أم فواكه؟ فواكه ولا يبتسم؟ وش اللي يدل على اسم شيء؟ سواء كان اسم إنسان مثل أحمد قبل قليل أو اسم نبات أحسنتم فواكه إجابة صحيحة أحسنتم إذن الاسم هنا فواكه هي دلت على اسم لشيء الفواكه من يعرف وش اسم أولف وش الأشياء اللي نسميها فواكه؟ تفاح البرتقال أحسنتم هل عندما تذهبون إلى محل الخضار والفواكه؟ ماذا تقولون لأبيكم؟ ها عندما تذهبون إلى هناك نريد أن نشتري فواكه هذا اسمها طواكه الآن ابحث لي عن الاسم أين الاسم اللي دل لي على اسم لشخص معين أو نبات أو حتى إنسان؟ أحمد أم يحرث؟ ها أحمد هل دل على اسم؟ أم يحرث ما هو الاسم؟ أحسنتم أحمد بكل تأكيد فقد دل على أن هذا اسم إنسان لما أسمع أحمد على طول أعرف أن هذا إنسان ونوعه وممكن أنه ولد صح ولا لا لأنه اسم ولد إذن إجابة صحيحة نميز بين الأسماء والأفعال أن الأسماء تدل على اسم لشيء ما يتغير مع الزمن ثابت الإسم شفتوا البرتقالة قبل قليل؟ اسمها برتقال كل يوم والصباح شوفوا تغير اسمها وإلا لا ما رح يتغير أما نحن الفعل اللي أسويه ممكن الحين نفعلين أنا قاعد أفعلوه نايمة بعدين أصحى استيقظت من النوم كل هذه أحداث تدل على هذه النواة ماذا أفعل؟ أفعل أفعال هذه هي الأفعال أبنائي وبناتي توقع أنكم الآن أصبحتم على قدر من التمييز بين الأسماء والأفعال إذن أستودعكم الله وألقاكم على خير معلماتكم مناو الصالح الغريب